السيد رئيس مجلس الأمة، تحية طيّة وبعد يسرني أن أقدم لكم التقرير الثامن والأربعين لجلة الشؤون التشريعية والقانونية عن طلب النيابة العامة رفع حصان النيابية عن السيد العضو نبيل نوري فضل الفضل في قضية رقم 835 على 2014 حصر نيابة العاصمة 78 على 2014 الجنوح كيفان، المحال بصفة الاستعجال بناء على ما تقدم انتهت اللجنة إلى عدم موافقة على طلب النيابة العامة رفع الحصان النيابية عن السيد العضو نبيل نوري الفضل وذلك بترجيح الجانب الذي فيه الرئيس طبق لنص المادة 180 من اللائحة الداخلية وقد انبنى رأي الجانب الموافق على رفع الحصانة أن المثول أمام القضاء هو تعزيز لدور المجلس التشريعي والرقابي وكذلك تعزيز للشفافية وليس في ذلك من قصر النائب لأن ما يصدر من القضاء إنما هو عنوان الحقيقة الآن التقرير إلى المتيجة التقرير عدم رفع الحصانة ولا رفع الحصانة لحظة عدم رفع الحصانة إذن الآن نبدأ التصويت الموافق على التقرير موافق على عدم رفع الحصانة غير الموافق على التقرير موافق على رفع الحصانة ماشي تفضل لمن العام أحمد حاجلاري أحمد حاجلاري أحمد حاج جلاري غير موجود أحمد سليمان القضيبي غير موجود أنس خالد الصالح غير موجود دكتور بدر حمد العيسى غير موجود جمال حسين العمر غير موافق حمدان سالم العازمي غير موافق حمد سيف الهرشاني غير موجود أحمد محمد الحمدان غير موافق خالد الجراح الصباح غير موجود خلف دميثير العنزي غير موجود خليل إبراهيم الصالح موافق دكتور خليل عبدالله علي غير موافق راكان يوسف النصف غير موافق روضان عبدالعزيز الروضان غير موجود سعد علي الرشيدي غير موجود سعدون حمد العتيبي موافق سعود نشمي الحريجي غير موجود سيف مطلق العازمي سيف مطلق العازمي غير موجود صالح أحمد عاشور موافق صباح خالد الصباح غير موافق طلال سعد الجلال موافق غير موافق عادل مساعد الجار الله موافق الدكتور عبدالحميد عباس دشتي غير موجود دكتور عبدالرحمن صالح الجيران غير موافق عبدالعزيز عبداللطيف الإبراهيم غير موافق عبدالله إبراهيم التميمي غير موجود دكتور عبدالله محمد لطريجي غير موافق عبدالله مرزوق العدواني غير موجود عبدالله يوسف المعيوف موافق دكتور عبدالمحسن مدعج المدعج غير موجود عدنان سيد عبدالصمد غير موافق عسكر الدكتور عبدالمحسن مدعج المدعج غير موافق عدنان سيد عبدالصمد غير موافق عسكر عويد العنزي موافق الدكتور علي سعد العبيدي غير موجود الدكتور علي صالح العمير غير موافق الدكتور عودة عودة الرويعي غير موجود عيسى أحمد الكندري غير موجود فارس سعد الاعتبي غير موافق فيصل سعود الدويسان موافق فيصل فهد الشايع غير موافق فيصل محمد الكندري غير موجود كامل محمود العوضي غير موافق ماجد موسى الامطيري غير موجود ماضي محمد الهاجري غير موجود مبارك سالم الحريص غير موجود محمد خالد الصباح غير موجود محمد طنة غير موجود محمد عبدالله الصباح غير موافق محمد مروي الهدية غير موافق محمد ناصر البراك غير موجود محمد ناصر الجبري غير موجود دكتور محمد هادي الحويلة غير موجود دكتور منصور فالح الضفيري غير موافق نبيل نوري الفضل غير موافق هند صبيح الصبيح غير موافقة ياسر حسن أبل غير موجود يعقوب عبد المحسن الصانع غير موافق دكتور يوسف سيد الزلزلة موافق مبارك ابني الفرينج غير موجود أحمد سليمال قضيبي غير موافق مبارك سالم الحريص موافق عودة الارويعي غير موافق الدكتور بدر حمد العيسة غير موافق فيصل محمد الكندري غير موافق الدكتور عبد الحميد عباس دشتي موافق مرزوق علي الغانم ممتنع الحضور سبع وثلاثين موافقة على التقرير عشرة عدم موافقة ستة وعشرين امتنع واحد إذن عدم الموافقة على التقرير وبالتالي الموافقة على طلب النيابة العامة رفع الحصانة البرلمانية ويبلغ القرار إلى السيد وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية فغرات تالية